وعلى فكرة كلمة مسيحيين لم تذكر كثيرا في الكتاب المقدس في مسميات كثيرة بسمي الكتاب أهل الإيمان أو أتباع يسوع الطريق التلاميذ وهكذا مسميات كثيرة لكن في سفر أعمال الرسل الصحاح 11 في آية 26 أول تعبير لكلمة المسيحيين ذكرت في سوريا سوريا الحبيب في منطقة أنطاكيا وبولوس وبرنابة كانوا بعلموا لسنة كاملة ومكتوب هناك دعية التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا يمكن في البداية كان هذا التعبير لتمييز المسيحيين عن غير المسيحيين لأن أنطاكيا كانت خليط من الأمم وكانت تعتبر واحدة من أهم المدن الرومانية في تلك الأيام وكانت مهمة جدا كان فيها عدة لغات روماني ويوناني وطبعا كان فيه جالية يهودية كبيرة اللي كانوا بيتكلموا في لغة الأرمية ومن أصحاح 13 منشوف أنه كان فيه خلفيات كثيرة من سادة وعبيد من أغنياء وفقراء من رجال ونساء من كل مستويات المجتمع كانوا موجودين في أنطاكيا حتى يميزوا هذا الاسم عن أي مجموعة أخرى فدعيوا مسيحيين يعني المسيحيين اللي هي بتضم من كل الشعوب والألسنة والأمم مؤمنين بيسوع المسيح بينما مثلا اليهودية كان فيه شيعة معين أو طائفة معينة أو الروماني بيتبعوا آلهة معينة فحتى تميز المسيحيين عن ديانات أخرى الشيء الآخر يمكن هذه الكلمة في البداية أطلقت كنوع من التمييز العنصري وأحيانا كانت تطلق هذه الكلمة للسخرية يعني حتى يصخر منه وهذا منشوفه في نفس سفر أعمال الرسل لما بولوس الرسول وقف أمام فيستوس وفيليكس وبعدين الملك أغرباس الثاني في أعمال الرسل إصحاح 26 فمنشوف أنه كان ردة فعل أغرباس بقوله بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا فهو عنده فكرة عن اليهودية وعنده فكرة عن الأحداث في أيامه يعني أنت اللي بتحكي لياته عاوزنا أكون من أتباعكو من جماعة المسيحيين لكن على طول بعد هذه الفترة صارت الاسم مصدر للإفتخار ومصدر أنه كل مسيح بيفتخر أنه هو مسيحي لدرجة أنه الرسول بطرس بيتكلم عن الإضطهاد الشديد في أيامه ولكن إن كان كمسيحي لا يخجل بل يمجد الله بيتكلم عن الألام بيتكلم عن الإضطهاد إذا بيتهدوك كمسيحي فليكن هكذا فهذا الاسم يمكن ابتدى في البداية من سواء سخرية أو للتمييز العنصر أو للتفريق مجموعة عن مجموعات أخر على أي حال نحن مسيحيون نفتبع يسوع المسيح